السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعي قناة الكهرباء إلكتريك هذه الحلقة وهي الجزء الثالث من سلسلة الحلقات التي نشاهد فيها كيفية تصميم أو إنشاء لوحة الحماية الكهربائية من الصفر في الجزء الأول شاهدنا كيفية إنشاء وتصميم لوحة الحماية الكهربائية وانطلقنا من توزيع وتوصيل القواطع الفرعية الخاصة بالمقابس أو البريزات بالستناء المطبخ وفي حلقة الجزء الثاني شاهدنا توزيع وتوصيل القواطع الفرعية الخاصة بدوائر الإنارة للمنزل بالكامل أما في هذا الجزء الثالث سنشاهد كيفية توزيع وتوصيل أجهزة الحماية الخاصة بالأجهزة التي تتواجد في المطبخ والتي غالبا ما تكون هي الأجهزة الكبيرة من حيث الحمل وأيضا تعتبر هي الأجهزة الأكثر احتمالا لحدود تسريب كهربائي وهذا يعني أننا سنستعمل هنا الفاصل التفضلي حتى لا أطيل عليكم كل الحلقات المرتبطة بالشرح ستجدونها في الوصف أو شاشة نهاية هذا الفيديو نرفع فاصل القناة وندخل بعد ذلك في الشرح بسم الله الرحمن الرحيم على بركة الله إذن بقي لنا المطبخ كما تشاهدون أمامكم في هذا المطبخ لدينا سخان ماء وتلاجة وغسالة وفرن الخبز أو الحلويات وموقف كهربائي للطهو وستة بريزات أو مقابس لأجهزة المطبخية الأخرى هذه الأجهزة التي تستعمل أو يتم توصيلها داخل المطبخ لدينا منها أربعة أجهزة تعرف احتمالية كبيرة لحدود التسريب الكهربائي إما بسبب تدخل الماء في عمالها مثل سخان الماء والغسالة أو بسبب تواجدها بالقرب من الماء أو قد يستعمل الماء لتنظيفها مثل الموقف الكهربائي أو يمكن أن يتواجد الماء بداخلها وقد يقع تسريب الماء في الداخل مثل التلاجة إذن هذه الأجهزة لا بد أن نستعمل حماية الفاصل التفاضلي كجهاز حماية يوفر الحماية الحرارية المغراطيسية والحماية التفاضلية ضد تسريب الكهرباء وحماية الأشخاص من الساق إذن هذه الأجهزة لن نستعملها مع القطاع التفاضلي لنتجنب الفصل كل أو الشبه كل للكهرباء على المنزل لنضع تقدير عشوائي لقدرة وشدة تيار المحتملة لهذه الأجهزة لتبسيط الشرح إذن لدينا أربعة أجهزة سنستعمل معها الفاصل التفاضلي سيلزمنا أربع فواصل تفاضلية تتم تغذيتها من مخرج الفاصل الرئيسي مباشرة الفاصل التفاضلي الأول هو لسخن لدينا سخن 6 ألاف واط ويعمل بتيار 26 أمبير إذن سنستعمل فاصل التفاضلي بقيمة C32 لسخن الجهاز الثاني لدينا موقف الكهربائي بقدرة أربعة ألاف واط وشدة تيار 18 أمبير إذن سنستعمل فاصل التفاضلي بقيمة C20 أو أكبر منها لجهاز الموقف الكهربائي أريد تنبيهكم لنقطة أنه يجب علينا ترتيب الأجهزة للحماية من العيار الأكبر إلى العيار الأصغر حتى تكون لوحة الحماية لدينا منظمة لهذا السبب قمت بالانتقال من سخان الماء إلى الموقف إذن ما هو الجهاز الذي يأتي في الدرجة الثانية من الحمل لدينا الفرن الكهربائي لكنني لن أستعمل فاصل التفاضلي مع الفرن الكهربائي لذلك سأتجوزه وسأنتقل إلى الغسالة الكهربائية بقدرة 2400 واط وشدة تيار 10 أمبير إذن سأستعمل فاصل التفاضلي مع الفرن الكهربائي للغسالة الكهربائية أخيرا لدينا التلاجة لاحظوا جيدا قدرته 445 واط بشدة تيار 2 أمبير هنا من الممكن استعمل فاصل التفاضلي مع الفرن الكهربائي للتلاجة لوحدها لكننا سنتبع القاعدة التي تحدثنا عنها سابقا أن توصيل توصيلها يتم عبر بريزا لذلك سنضع فاصل تفاضل عيار C16 للتلاجة دائما نضع بعين الاعتبار أن هناك بعض الأجهزة قد يتم تغيير مكانها بالمطبخ لذلك انتبهوا وضعوا كل احتمالات ممكنة أما الأجهزة التي هي تابتة في مكانها لا يوجد هناك تحضير بخصوصها مثل موقف مكانه تابت وأيضا سخان الماء بسبب توصيلات قنوات المياه أيضا مكانه تابت وحتى الغسالة يكون مكانها تابت بسبب صنبور الماء وأنا بيتصريف المياه الغسيل إذن كما تلاحظون انتهينا من الفواصل التفاضلية بقي لنا الفرن وستة بريزات يعني في هذه الحالة نحن مضطرين إلى زيادة قاطع تفاضلي ثالث لتوصيل هذه الأجهزة وهذه التوصيلات بالنسبة للمقابس الذين ستة سأقوم بتقسيمها إلى جزئين أي تفريق وتخفيف الأحمال حسب مبدأ انتقائية في الحماية الكهربائية سأستعمل كل ثلاث بريزات مع حماية حرارية مغناطيسية عيار C16 إذن قلنا أن القاطع الحراري المغناطيسي الأول للفرن الذي قدرته 3500 واط بتيار 14 أمبير يعني قاطع فرعي حراري مغناطيسي عيار C16 للفرن الكهربائي القاطع الفرعي الحراري المغناطي ستاني لثلاثة بريزات من عيار C16 والقاطع الفرعي الثالث لثلاثة بريزات من عيار C16 وهكذا نكون قد انتهينا من توصيل مختلف أجهزة الحماية الكهربائية لهذا المنزل وفي هذا الجزء بالأخص للمطبخ بقي لنا تحديد قيم القواطع التفاضلية الثلاثة وقيمة شدة التيار التي سنقوم بدبطها للفاصل الرئيسي سنشاهد ذلك في الجزء الرابع وسأقوم بعمل جزء خامس إضافي لمناقشة بعض الملاحظات التي قمت بتجميعها حول هذه اللوحة أو تنبيهات وسيكون هو الجزء الأخير من هذه السلسلة إن شاء الله إلى هنا وصلنا إلى نهاية الحلقة أشكركم على المشاهدة دمتم بخير وإلى اللقاء في حلقة مقبلة إن شاء الله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر